اسأل مجرب ولا تسأل طبيب الجملة دي مع الأسف منتشرة جدا في مجتمعنا وده بيكون نتيجة أن الناس كتير قوي بتتكلم في حاجات ما عندهاش علم بيها زي مثلا النصايح التطبية والأدوية وطبعا ده ممكن يعمل كوارث مش كارثة واحدة بس دفنا النهاردة هو الدكتور صيدالي كل الفيديوز تقريبا بتاعته عبارة عن نصايح للناس بيقدمها بشكل سهل وبسيط جدا وده خلاه يتصدر التراند على التيك توك كواحد من أهم السيادلة في مصر على السوشيال ميديا خصوصا أن النصايح بتاعته فعلا مهمة جدا وبيقدمها من غير أي ملل دفنا اللي منوارنا النهاردة في الستوديو الدكتور الصيدالي محمد نادي أهلا بك يا دكتور محمد موسوط أن أنا معك جدا موسوط أن أنا قانا الأولى مرسي مرسي لزوء دكتور محمد أول حاجة هسألهي لك إيه اللي خلاك تدخل عالم السوشيال ميديا بصيحة دي حكاية يعني أقولك إحنا طبعا كان عشرين وعشرين بقى وقت الكورونا ووقت لما بقى كان في حظره وإحنا من ضمن الناس اللي ممنوعين عننا الحظر فكننا بتنزل فقعد ما بنعملتش حاجة فبدأت الناس كان بتصور فيديوز على تيك توك وبتاع فإحنا كنا بنصور فيديوز فتصور حاجات لايت كده كوميدي حاجات في الصيدالية ومواقف اللي بتحصل معنا ففي مرة كده قلت لنفسي طبعا ليه ما استغلش موضوعه أود أقدم حاجة تفيد الناس وحاجة جد بقى شوية آه شوية هزاروا ولا ونقدم حاجة محتوى الناس تستبيد فيها فعلا فبدأت فيديو بفيديو بفيديو الحمد لله مميشي الله الحمد لله